رئيس السيسي يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكا البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعاضر حصول أي مرشح على ثلوتي أصوات النواب تصرب رابع للغاز من خط نوردستريم قرب السويد والدنمارك والنتو يشير إلى عمل متعمد وغير مسؤول ويهدد برد حازم السادسة مساء بتوقيت قاهرة الرابعة بتوقيت جرينيج نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتح السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وعدد من المسؤولين وفي لقاء آخر تسلم رئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي من رؤساء الأقاليم العالمية السبعة للأولمبياد الخاصة حيث أكد الرئيس أن الجائزة تعكس التقدير لجهود القاهرة المستمرة في تكسيد الرسالة الإنسانية تجاه داوي الهمم والاحتياجات الخاصة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحاً بقصر الاتحادية من جانبه أكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة تشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة تشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من رموز الجالية المصرية في فرنسا بمقار الزفارة المصرية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى هناك وخلال اللقاء أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن اعتزازه بالدور البناء الذي يقوم به أبناء مصر في الخارج إذا دعم وطنهم والترويج له وإبراز الصورة الحقيقية لما تشهد مصر من نهضة في المجالات كافة مشيرا إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة والرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين على غرار تكافل وكرامة ومائة مليون صحة وحياة كريمة وغيرها كما استعرض رئيس مجلس الشيوخ ما تشهد مصر من نهضة تنموية شاملة مؤكدا أن ذلك يعد بمثابة نقلة حضرية غير مسبوقة تضع مصر في المكان التي تستحقها من جانبهم أكد ممثل الجالية المصرية في فرنسا أن هذا اللقاء يعكس اهتمام مجلس الشيوخ بأبناء مصر في الخارج ويؤكد عمله على التواصل معهم بصفة دائمة والاستماع لطلباتهم والعمل على تبليل العقبات التي تواجههم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وخلال استعراضه تقرير من وزارة الثقافة حول مشاركتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من المحافظات أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة ببناء مختلف شرائح المجتمع تعليميا وصحيا وثقافيا انطلاقا من أن الثقافة هي أساس قوة مصر الناعمة وثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين هذا وتضمن التقرير تنفيذ الدولة 600 نشاط ثقافي في أربع محافظات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزرات وجهات المعنية شاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتكي جاسر 132 الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوية وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض تقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المقططة والطارئة أثناء مراحل المشروع ونقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة لتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة كما قمت الوزارة بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب المناطق الأشد احتياجاً في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تستمر فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أكتوبر والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى ثلاثين بالمئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ومع مد فترة المبادرة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء متطلبات أبنائهم تشهد المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبرى المكتبات وانتشاراً كبيراً على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستفادة من التخفيضات من خلال ثمانمائة وأربعة عشر منفزاً وستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضاً فرعياً الأدوات المدرسية عموماً كلها أو الأدوات المكتبية كلها كويسة جداً وأصارها كويسة جداً في طول الإيد جيت أشتري حاجة المدرسة وليه كل حاجة موجودة جيت أشتري حاجة المدرسة أمامتي واشترينا الكاراريس وكتب وكل حاجة كانت هنا كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات انتصر نسبتها إلى 60% كل الحاجات هنا متوفرة وأسعار مخفضة جداً صراحة أولادة بسطة من الحاجة هنا والحاجة فعلاً جميلة يعني ما فيش حاجة فيها مش حلوة كل حاجة حلوة يعني ما فيش حاجة أقول علىها مش حلوة الأسعار حلوة وكل حاجة بكمية موجودة بكمياتها وتواصل منظومة أمان وتخفيفاً عن كاهل المواطنين توفير السلع من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام مبادرة كلنا واحد لم يقتصر دورها على تقديم تخفيضات على المستلزمات المدرسية بل اتسعت مضلتها إلى قيام وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان وبالاشتراك مع مدريات الأمن لإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للطلاب بالمناطق الأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وهو ما أدى إلى إشادة واسعة من المواطنين قاتين تلك المناطق بدور وزارة الداخلية واهتمامها بهم امتد توزيع الحقائب المدرسية إلى أماكن إقامة الطلاب من خلال مأموريات وجهتها مدريات الأمن إلى المنازل بالمناطق الأشد احتياجاً كما نظمت وزارة الداخلية زيارة للمرضى بالمستشفيات المختلفة وتم إهداءهم حقائب مدرسية في إطار مبادرة كلنا واحد وفي تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية قامت الوزارة بتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب من قاتين دور رعاية الأيتام مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة مبادرة جميلة جداً الناس حاسة بمفعولها وباللي بتعامل كل حاجة بتتعامل على أرض الواقع حاجة محترمة جداً جداً مبادرة جميلة والأولاد مقصدين قوي باليوم الجميل ده وشكراً جداً لسيادة الرئيس هكذا أصبحت مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين علامة إنسانية واجتماعية متميزة تحمل معها كل معاني الإنسانية والتكافل المجتمعي كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً وهو ما يسم في تخفيف الأعباء عنهم عبدالله بركات التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تامونية بمضبطات 167 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 41 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 126 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و112 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ تم إنشاء مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 11 ألف متر مربع مصمم بأحدث التقنيات وتضمن العديد من الخدمات الصديقة للبيئة فهو مبنى ذكي يجتمل على ناصر خدمية أساسية يأتي على رأسها مركز خدمات مصر والجمهور صرح جديد يقام على أرض مدينة شرم الشيخ ليبدأ معه عهد جديد من الخدمات الإلكترونية والترفيهية المقدمة للمواطنين ففي منطقة المثلث الأخضر يتم إنشاء مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 11 ألف متر مربع مصمم بأحدث التقنيات ويتضمن العديد من الخدمات الصديقة للبيئة فهو مبنى ذكي يشمل عناصر خدمية أساسية يأتي على رأسها مركز خدمات مصر والجمهور والمركز التكنولوجي وذلك بالتزامن مع قرب استضافة المدينة لقمة المناخ كوب 27 المثلث الأخضر يحتوي على مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ وديوان عام المحافظة ومنطقة الحديقة المركزية على مساحة حوالي 40 فدان بالإضافة إلى منطقة المول التجاري التي تخدم الحديقة المركزية ومنطقة مجمع البنوك الحقيقة المثلث الأخضر يعتبر من المشروعات المستدامة التي تخدم البيئة ولها بعض اقتصادي ولها بعض اجتماعي قوي جدا نحن في وسط المنطقة السكنية والمنطقة الترفيهية والمنطقة الخدمية بتاعة مدينة شرم الشيخ تم اختيار الموقع في هذا المكان بحيث أن يبقى على شبكة الطرق الرئيسية الموادية إلى المدينة ويبقى ما بيعمل لش حركة رابكة للترافيك داخل المدينة المشروع يتضمن إنشاء حديقة مركزية على مساحة 110 ألاف متر مربع تشمل زراعة 5500 شجرة تنفيذا لمبادرة تحضر للأخضر بالإضافة لإنشاء مول تجاري وترفيهي ومجمع للبنوك على مساحة 2400 ألف متر مربع المشروع عبارة عن مساحات خضرة نجيلة وأشجار بيتوسطها بلازات أو نقاط تجمع بيتوسط البلازات ديت نفورات ومنشآت منشآت مائية معمولة على أحدث الأنظمة الموجودة حاليا المشروع من ضمنه اللي بيخدم عليه المول التجاري بيتكون من مجموعة من المطاعم ومجموعة من البرندات المحلات ومول وأسف مجمع بنوك بحث هنا المشروع يكون عبارة عن جزء متكامل وطيرة العمل داخل المشروع لا تتوقف بل تزداد للانتهاء من هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية نظرا لما يحتويه من قاعات وخدمات تغير من شكل المدينة هذا المبنى الجديد بمدينة شرم الشيخ يعد صرحا خدميا جديدا يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات لهم فضلا عن أنه سيكون مزارا سياحيا صديقا للبيئة كغيره من المشروعات التي تستعد لاستقبال وفود مؤتمر قمة المناخ كوب 27 من مدينة شرم الشيخ محمود جميل التلفزيون المصري استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتحة وفي بيان أوضحت وزارة الخارجية أن لقاءتنا ولا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية حيث وقام فتوح باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطينية وأهم قراراته كما استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة وتصاعد وطيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريفة هذا وقد أكد شكري دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية كما أعرب شكري عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالية على الجهود التي تبدلها مصر من أجل تدبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلامة فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجولة الأولى للانتخابات نتيجة لعدم حصول أي مرشح على نسبة الأصوات المقررة حيث حصل النائب ميشيل معود على 36 صوتا وبحسب نتائج التصويت في الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبمشاركة 122 نائبا من أصل 128 فقد صوت 63 نائبا بورقة بيضاء ويقتدل إعلان عن فوز المرشح بالرئاسة أن يحصل على ثلثي الأصوات أي 86 نائبا من أصل 128 في الجولة الأولى للانتخابات فيما يمكن فوز مرشح في الجولة الثانية بالحصول على الأغلبية النسبية بنسبة 65 صوتا أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في أن تتوالى الجلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن نواب من انتخاب رئيس جديد يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد كما أبدى الرئيس اللبناني ارتياحه لانتلاقي مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية أدن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف السروقي المتواصل منذ عدة أيام والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان العراقي وأدى إلى سقوط عدد من قتل وقرحة وجدد أبو الغيط دعم جامعة العربية وتضامونها مع العراق في تصدي لكافة الانتهاتات الخارجية التي تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة تتوصل عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشعي السبع عشر ويختار النخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم يبلغ سبعمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وأحد عشر ناخبا وناخبة يختارون خمسين نائبا من بين المرشحين والمرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد من جديد انتخابات تشريعية تشهدها الكويت بعد شهرين من حل البرلمان تبدأ بها البلاد صفحة جديدة تحقق من خلالها تطلعات شعبها في اختيار أعضاء مجلس الأمة انتخابات تجرى بعد صدور قرارات اعتبرها المراقبون إصلاحية منها إتاحة التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية الانتخابات السامنة عشر في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات سيشارك فيها هذه المرة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعة الاقتراع منذ عقد بسبب اتهامات للسلطة التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان ومع تكرار الصدام بين الحكومة والنواب أعلنت القيادة الكويتية دعمها لعملية تصحيح مصاري المشهد السياسي واتخذت خطوات فعلية في سبيل ذلك وهو ما ألقى بحسب المراقبين تفاؤلا في مياه راكدة كانت قد تسببت في حل المجلس مرات عديدة مجلس النواب الجديد الذي سيتشكل من خمسين نائبا يتعين عليه خلال أربع سنوات قادمة رقابة عمل الحكومة وإنجاز العديد من القوانين المعلقة والخاصة بخطة التنمية وإعداد الموازنة الكويتية العامة كما سيتعين عن المجلس بحسب المراقبين استغلال النهج الإصلاحي للحكومة لتقليل حدة الصدام المتواصلة بين الجانبين صدام كان أحد أسبابه دائما هو اختيار رئاسة مجلس الأمة فبعد تعهد أميري بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وإعلان مرزوق الغانم رئيس البرلمان السابق اعتذاره عن عدم الترشح تبقى الساحة مهيئة لعمل مجلس دون صدام ليبقى اختيار الشعب هو الفيصل في عمل المجلس التشريعي الأهم في الكونت اشتركوا في القناة قال رئيس الروسي فلادمير بوتين أن النزاع في أوكرانيا هو من نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي وفي كلمة له خلال اجتماع لمسؤولين من رابطة بلدان الدول المستقلة أدف بوتين أن الغرب يميرس الضغوط على الدول التي تحاول تقرير مصيرها ومستقبلها بنفسها مؤكدا أن منفس دول الرابطة يسعون لتحقيق أهدافهم من خلال افتعال النزاعات في أراضي تلك الدول ومن الواضح أن الإرهابيين الدوليين الموجودين في أراضي أفغانستان يخططون لارتكاب جرائمهم في أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة من خلال تطوير عمل الخلايا النائم وتسليحها ولا بد من الرد على كل هذه التحديات ببعض ذلك من خلال العمل الناشط لمركز مكافحات الإرهاب وإن هناك عمل مهم أيضا يجري في مجال الأمن السيبراني ومن سنة إلى أخرى تزداد كثافة هذا العمل والمخاطر الموجودة تحتاج إلى عملكم الدعوبة والمنسق أعلنت الرئاسة الروسية أن موسكو ستصادق غدا في الكريملين على ضم مناطق دوناتسك ولوهانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في جنوب إلى أراضيها وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديماتري بيسكوف أن حكام المناطق الأربع من المقرر أن يوقع على معاهدات الانضمام إلى روسيا خلال المراسمة وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق استعداده لاستخدام كل الوسائل في ترسانته العسكرية لدفاع عن أراضي بلادها قال سره نيكي فوروف المتحدث باسم الرئيس الأكراني فولادمار زلانسكي إن زلانسكي دعا إلى عقد اجتماع طارق لكبار قادة الجيش والأمن غدا الجمعة وأوضحت الرئاسة الأكرانية أن الاجتماع الطارق يأتي على خلفية اعتزام موسكو واتخذ إجراءات رسمية بشأن المناطق التي تم الاستفتاء عليها في شرق البلاد وجنوب البلاد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو لا طالما تمسكت بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية وخلال مؤتمر صحفي أضافت زخاروفا أنه تم تعليق عمليات التفتيش المادي بموجب المعاهدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عام 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى مواصلة النظر في مسألة استئنافها عمليات التفتيش بموجب المعاهدة واستمرار الحوار من خلال القنوات المشتركة بين موسكو و واشنطن حول كيفية عودة الأطراف إلى تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية بالكامل وقالية التحكم فيه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية ينسى ستوتنبرغ أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية لحلفاء الناتو سيقابل برد قوي وحازم وقال ستوتنبرغ أن جميع الدلائل والمعلومات المتوفرة لدى الحلف تفيد بأن ما حدث من تسرب للغاز بخط الأنابيب نورستريم وقع نتيجة عمل متعمد مؤكدا أن حلفاء الناتو ملتزمون بالردع والدفاع عن الاستخدام القصري للطاقة من جانب جهات حكومية وغير حكومية أعلنت قوات حرس السواحل السويدية اكتشاف تسرب رابع للغاز من خط أنبيب نورستريم فقالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدية إن اثنين من مواضع التسرب الأربعة يقعان في المنطقة الاقتصادية الخاصة للسويد فيما يقع الأخران في المنطقة الاقتصادية الخاصة للدنمارك مع استمرار التحقيقات والاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن تسرب خط أنابيب الغاز نورستريم قبل أيام أعلنت السويد حدوث تسرب رابع للغاز من الخط الذي يصل بين روسيا وألمانيا ويمد الدول أوروبا بالغاز الروسي المتحدثة باسم خفر السواحل السويدي أوضحت أن أثنين من مواضع التسرب الأربعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد أما الآخران فيقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك وفي رد فعل قوي أكد الاتحاد الأوروبي اشتباهه بوجود عمل تخريبي ورأى تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة الرأي نفسه كان لرئيسة وزراء الدنمارك التي أكدت أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نوردستريم 1 وتو في بحر البلطيق ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا التسرب الذي لم يعرف سببه في موقعين من خطي الأنابيب نوردستريم 1 الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق لاقى ردود فعل متشابهة بما فيها الكرن للنفسه الذي لم يستبعد أي فرضية بما فيها الأعمال التخريبية خلال الأشهر الماضية كان لخطي الأنابيب نوردستريم 1 وتو تأثير قوي على معظم دول أوروبا حينما أعلنت موسكو وقف إمدادات الغاز فيما رد الغرب بفرض المزيد من العقوبات من جهتها قالت الخارجيات الروسية إن حوادث تسريبات الأنابيب خطوط نوردستريم وقعت في المنطقة الاقتصادية الخاصة للدنمارك والسويد والتي تسيطر عليها بالكامل وكالات الاستخبارات الأمريكية وأوضحت المتحدث توبس مزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن المسؤولين في الولايات المتحدة أكدوا منذ فترة خلال العام الجاري أن خط نوردستريم 2 لن يدخل الخدمة أبدا وطلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا على ما إذا كانت واشنطن قد نفذت تهديدها بشأن خطوط الأنابيب يومي الأحد والاثنين الماضيين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار في الوقت نفسه تقدم ألمانيا معلومات استخباراتية بشكل يومي لكيابة تتضمن صورا عبر الأقمار الصناعية ومعلومات عن مواقع تمركز روسية تم الحصول عليها من اتصالات تم اعتراضها تواصل الدول الأوروبية والولايات المتحدة دعم أوكرانيا على مختلف الأصعدة خاصة في ظل الإجراءات الروسية الأخيرة واقتراب انضمام أربع بناطق أوكرانية إلى روسيا الولايات المتحدة من جانبها أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني بقيمة مليار ومئة مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز قدرة كييف العسكرية حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة تشمل تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية على الأمدين المتوسط والطويل حيث تتضمن بشكل خاص 18 رقم الصواريخ من طراز هيماريس التي تتميز بدقة الإصابة فضلا عن 150 عربة مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة وبهذه الحزمة الجديدة وصل إجمالي ما قدمته واشنطن من مساعدات عسكرية لكييف إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أما ألمانيا فتقدم معلومات استخباراتية بشكل يومي لكييف تتضمن صورا عبر الأقمار الاصطناعية ومعلومات عن مواقع تمركز روسية تم الحصول عليها من اتصالات تم اعتراضها كما أكد المستشار الألماني أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسي ومالي وإنساني ملموس لأوكرانيا وكذلك في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك إمدادات الأسلحة أوكرانيا تطالب بزيادة كبيرة من المساعدات العسكرية الغربية لها خاصة الدبابات والطائرات المقاتلة والمدفعية بعيدة المدى بالإضافة إلى أنظمة الدفاع القوي والأخرى المضادة للصواريخ من أجل تعزيز قدراتها لمواجهة الأزمة مع روسيا أعلن المستشار الألماني أولاف تشولز عزمة بلدي استثمار 200 مليار يورو لدعم وحماية الأسر والشركات قرأ الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في عقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد المستشار الألماني أن الحكومة ستقوم بفعل ما في وسعها من أجل العمل على خفض أسعار الطاقة توقعت معاهد اقتصادية رائدة كما شاء الاقتصاد في عام 2023 في ألمانيا مع استمرار التضخم في الارتفاع وذلك في أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتراجع تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وأشارت المراكز البحثية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 8.4% للعام بأكمله في العام الحالي قبل أن يرتفع إلى أكثر من 8.8% في عام 2023 في إسبانيا أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم سجل 9% في سبتمبر الجاري كانت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز قد طرحت في الأشهر الأخيرة حزم مساعدات للأسر والشركات لتجاوز الضغوط التضخمية التي تصعدت في جميع أنحاء أوروبا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا أعلن بنك إنجلترا عن خطة مؤقتة لشراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل بعدما أدت خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب إلى انخفاض حاد للجنية الاسترلينية وأثرت الاضطرابات في سوق السندات المزيد في التقرير التالي بشكل طارئ تدخل بنك إنجلترا في الأسواق المالية لمواجهة مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني والذي حدث بعد إعلان حكومة ليزستراس الجديدة عن إجراءات اقتصادية ذات تكلفة عالية بالإضافة إلى خفض الضرائب تدخل بنك إنجلترا جاء كرد فعل على التقلبات في الأسواق المالية الناجمة عن خطة الموازنة البريطانية والتي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة في الوقت نفسه سيقوم بنك إنجلترا بشراء سندات حكومية ذات أجال استحقاق طويلة بهدف إعادة الظروف الطبيعية إلى السوق موضحا أن هذه العملية ستكون ممولة بالكامل من قبل وزارة الخزانة البريطانية الخبراء الاقتصاديون قدروا قيمة هذه السندات بين 100 و 200 مليار جنيه استرليني مع ارتفاع لسعر السندات لأجل 30 عاما الذي كان يناهز 3.15 مطلع الأسبوع الماضي ليصل في جلسة الأربعاء إلى 5.14 ماء في الماء وهو أعلى مستوى منذ عام 1998 مما يشير إلى ارتفاع تكلفة تمويل الدين البريطاني وفي دلالة على عدم ثقة المستثمرين في الأسهم البريطانية انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخيا لتهبط العملة البريطانية بنسبة 1.41 ماء في الماء من جانبها دافعت وزارة الخزانة عن خطة الموازنة والتي تجمع بين دعم كبير لفواتير الطاقة وخفض الضرائب على الكثير من الفئات وتستهتف بشكل خاص عائدات الأسرياء وبحسب بنك إنجلترا فإن بريطانيا باتت تعاني من انكماش في النمو الاقتصادي فضلا عن اقتراب معدل التضخم السنوي إلى 10% والذي يعد الأعلى في دول مجموعة السابعة ما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد 24 ساعة من اطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقية قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقية بعد 24 ساعة من اطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى وجاء الإطلاق في الوقت الذي تزور فيه نائبة رئيس الأمريكي كمال هارس كوريا الجنوبية وسط مخاوف من أن بيونج يونج على وشك إجراء تجربة النووية ستكون سابعة منذ عام 2006 والأولى منذ عام 2017 نددت نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس ورئيس كوريا جنوبية يونسو كيول بالخطاب النووي الاستفزازي لكوريا الشمالية وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الجنوبية التزامهما بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه جزيرة كوريا كما بحث جانبان كيفية الرد على أي إطلاق لصواريخ باليستية محتملة في المستقبل من خلال التعاون الثلاثي مع اليابان نائبة الرئيس الأمريكي هارس في كوريا الجنوبية زيارة تبدو عادية نظرا لعلاقات واشنطن والسول الوطيدة وتحالفهما القوي والممتد إلا أن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي للمنطقة منزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية تثير العديد من علامات الاستفهم بيونج يانج ترى أن زيارة هارس للمنطقة منزوعة السلاح خطوة استفزازية السبق لها وأن وصفت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي لنفس المنطقة في غصص الماضي بأنها تدمر السلام الدولي كوريا الشمالية أقرت هذا العام سلسلة غير مسبوقة من تجارب الأسلحة وهي تستعد بحسب وكالة الاستخبارات في سول لإجراء تجربة نووية جديدة بينما وعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول الذي تولى مهامه في مايو الماضي بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بعدما فشل سلفه في سعيه للتوصل إلى تقارب دبلوماسي مع كوريا الشمالية وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسول وتنشر ما يقرب من 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمالية ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة ويؤكدان أنها دفاعية بحتة لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات استعدادا لعملية غزوة أعلنت البحرية اليابانية أنها ستشارك الولايات المتحدة وكوريا الجنوية في منورات عسكرية مشتركة غدا الجمعة وأوضحت البحرية اليابانية أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستجرى في بحر اليابان تسبب الإعصار إيان في أدرار بجميع أنحاء ولاية فلوريدا الأمريكية وذكر المركز الأمريكي للأعصير أن إيان دخل الأراضي الأمريكية من جنوب غرب فلوريدا مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة وصفا الإعصار بالقطير للغاية حيث تسبب بقطع طيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل العتمة غطت فلوريدا والظلام طال الولاية بعدما وصل الإعصار إيان إليها مصاحبا لأمطار غزيرة ورياح شديدة بلغت سرعتها 240 كم في الساعة مما تسبب في قطع الطيار الكهربائي عن مليون وحدة سكنية في الولاية التي تقع في الجنوب الأمريكي المركز الأمريكي للأعصير أكد أن إيان الذي دخل الأراضي الأمريكية من ساعة الكايكوستا هو من الفئة الرابعة أما الشركة الكهرباء فقد أعلنت أن أكثر من عشر مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي بسبب الإعصار وأسوأها في مقاطعة لكاونتي حاكم ولاية فلوريدا أكد أنه من الصعب جدا إخلاء المدينة من ساكنها محذرا من أن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق قصور الطرق السريعة الإعصار طال كل مناح الحياة في الولاية الأمريكية فأكثر من ستين منطقة تعليمية ألغت الدراسة بسبب الإعصار وتم فتح أكثر من مائة وخمسة وسبعين مركز إجلاء على مستوى الولاية كما أبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من ألفين رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطاري سان بورتسبرغ وتنبى الدوليين إيان الذي وصل من كوبا مصحوبا برياح عنف وفيضانات كان قد دمر شبكة الكهرباء وأدى إلى انقطاع الكهرباء في سائر البلاد بعدما اكتاح الجانب الغربي للجزيرة وهو الأمر الذي تسبب في وضع غرب هافانا في حالة تأهب أقامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر في الفترة من 2022-2026 كذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعامي 2016-2021 حيث تمثل الاستراتيجية الثالثة بداية انطلاقة لعمل جديد يتم البناء عليه من خلال ما تم إنجازه سابقا المزيد في سياق التقرير التالي معا ضد الإتجار بالبشر هذا هو الشعر الذي تبنته اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر في الفترة من 2022-2026 للحيلولة دون وقوع أي فرض بالمجتمع تحت وطأت أي صورة من صور الاستغلال أو الإتجار بالبشر الاستراتيجية هي الثالثة اللي احنا بنقدمها وإنها قائمة على أساس البناء على ما تم إنجازه في الاستراتيجياتين السابقتين وعلى رؤية مصرية متكملة بالنسبة لمكافحة جريمة الإتجار في البشر وطبعا المحاور هي بتقوم على الحماية وعلى عملية الردع وعلى التوعية وعلى استمرار التعاون والمشاركة بيننا وبين الأطراف الوطنية والأطراف الدولية الاستراتيجية الجديدة تابعت نهج التقسيم العلمي المتعارف عليه في مجال الإتجار في البشر من حيث الوقاية والحماية والملاحقة الجنائية بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية من خلال التوعية أو تقديم المساعدة حتى نحارب جريمة الإتجار بالبشر ينبيغي أن نتعاون وننصق مع الجهات المختلفة مثل الحكومة والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولية جريمة الإتجار بالبشر من جرائم الفادحة جرائم ذات الأسر والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للبلاد ومدمرة الأماكن وهي جريمة خطيرة لها أهميتها دوليا وصدر لها بروتوكول خاص بشأن مقاومتها فضلا لأنها بتتم ضمن إطار جريمة المنظمة الدولية عبر وطنية وده بيديها بعد دولي أيضا غير البعد البطن اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع لهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تشكلت في عام 2017 وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي ويأتي ذلك تأكيد لرؤية مصر في مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إطلاق الوثيقة الجديدة يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تعظم خطر جريمة الإتجار بالبشر نتيجة تدعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها بالغ الأثر الاقتصادي والاجتماعي على مختلف بلدان العالم ومن هنا جاء دور مصر الرائد بالتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية أحمد الحسيني التلفزيون المصرية أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن مشروع حياة كريمة يعاد المشروع القومي الأول من نوعه في مصر والعالم مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من المحاور التي تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة ومن بينها محور التعليم للتحقيق ورفع جودة التعليم وبناء الإنسان وخلال لقائه بوافد من مؤسسة حياة كريمة لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة استعرض حجازي عددا من الملفات التي تضعها الوزارة على أجندة عملها وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية وأكدت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة آية عمر أكدت الحرصة على نشر تقافة التطوع بين طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات أيمن عشور ورؤساء الجامعات الحكومية مع وفد من مؤسسة حياة كريمة وذلك استمرارا لتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وقدمت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر عرضا تقديميا شمل مشاركة الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعتها بالتنصيق مع الجامعات كما تم استعراض المشاركة الطلابية في العمل التطوعي في حياة كريمة ودمجهم في تنفيذ المشروعات وذلك بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب نظمت مؤسسة حياة كريمة فاعلية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمدينة ومركز القنطرة بالإسماعيلية ضمن مبادرة رجعين نتعلم وأوضحت المؤسسة أنه من معايير الاستفادة من المبادرة أن يكون طالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات ترجمة نانسي قنقر والآن مشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال ورغدا أبو ليلة إليك شكرا لكم سحر ناجي وإيمان منصور إلى أخبار المال والأعمال محلين وأيضا عالميا أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كافة صبل المسندة الممكنة وكذا تدليل العقبات أمام المصادرين لزيادة حجم الصادرات المصرية وذلك وفقا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل في سبيل الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار وخلال اجتماع لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية أضاف مدبولي أن الحكومة اهتمت منذ البداية بملف رد الأعباء التصديرية ونفذت بالفعل برنامجا لرد مستحقات كانت متراكمة منذ عام 2012 مشددا على أهمية الاستمرار بنفس الوتيرة في الفترة القادمة نظرا لما يحققه البرنامج من فوائد للمصادرين المصريين وزيادة في حجم الصادرات عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين بالخارج وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتيسير السبل التي تعزز ربطا بقضايا وطنهم وطعم يقروح الانتماء لديهم مضيفا أن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى وداخل مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة وشهد الاجتماع وبحث عدد من المحافزات المقترحة من جانب الدولة التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر وفق أولوية وطنية تركز على المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا لمنظمة أكسفام الدولية بعنوان إصلاح نظامنا الغدائي والذي أشر إلى أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبي على أسعار الغداء العالمية أشر تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن نظام الغداء العالمي أصبح أكثر هششة بسبب تغير المناخ والتحديات الاقتصادية وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والصراعات الداخلية والخارجية المستمرة حول العالم وجائحة كورونا اجتمع وزير الكهرباء محمد شاكر مع رئيس التنفيذي لمنظمة الهايدروجين الأخضر إحدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الإفريقي للهايدروجين الذي أنشئ عام 2021 وذلك لبحث التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والهايدروجين الأخضر ناقش اللقاء سبل دعم استراتيجية مصر للهايدروجين الأخضر وأكد المشروعات والاستثمارات في هذا المجال لخلق المزيد من الزاخم العالمي لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل بشارم الشيخ وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهايدروجين الأخضر أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة وجود نقص بسلعتين الأرز والسكر بالأسواق وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر ونصف الشهر كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر فيما يتراوح لاحتاطيل استراتيجي من كافة السلع من ثلاثة إلى أكثر من خمسة أشهر أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن أعمال تطوير الجارية بميناء العريش تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية وخلال لقائه محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أوضح جمال الدين أن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء وبتكلفة أربعة مليارات جنيهة من جانبه قال محافظ شمال سيناء أن ميناء العريش تم إعادة تشغيله بياناير 2021 وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهي في مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عام وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع الجماعي للمؤشرات مدفوعة بمشاريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي خمسة وستة من عشر مليار جنيهة ليغلق عند مستوى ستمائة وثمانية وثمانين وواحد من عشر مليار جنيهة على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر اي جي اكس تيرتي عند مستوى تسعة ألاف وسبعمائة واثنتين نقطة ليصعد بنسبة واحد وتسعة عشرين من الماء بالماء ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وثمانية وسبعمائة وعشرين نقطة كما فتح مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سابنتي عند مستوى الفين ومائتين واثنين واربعين نقطة ليغلق مرتفعا بالنسبة أربعين من الماء بالماء ليغلق عند مستوى الفين ومائتين وخمسين نقطة فتح مؤشر اي جي اكس هونرد عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة واثنتين وسبعين نقطة ليصعد بنسبة واحد وخمسين من الماء بالماء ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وثمانين وثمانين نقطة أعلنت وزارة النفط العراقية عن مدموع الصادرات النفطية والإرادات المتحققة للشهر أغسطس الماضي وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سوما بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أغسطس 101.859.528 برميلا بإرادات بلغت 9 مليارات و 688 مليون وتسعمائة وثلاثة آلاف دولار نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إيمان وصحر إليكم شكرا لك يا رغد أبو ليلا وبنهاية النشرة الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة لكن يطبق تذكير بالعنوين رئيس سيسي واجه باستكمال جهود زيادة مساحة استطلاح الأراضي بتوشكا البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب تصرب رابع للغاز من خط نوردستريم قرب السويد والدنمارك والنيتو يشير إلى عمل متعمد وغير مسؤول ويهدد برد حازم ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة